ونبدأ النشر بموضوع حرب الطرق ببلادنا حادثة مميتة ليلا ومع انتشار الضباب الكثيف على الطريق السيار الرابط بين مدينتي الجديدة والدار البيضاء استضام العديد من السيارات والحافلات والشاحنات والحصيلة ستة أشخاص لقوا مصرعهم ووصيب 24 أرون ضمنهم خمسة أشخاص في حالة خطرة التفاصيل في روبرتاج حسين نوزيك التاسع ليلة من يوم أمس بالطريق السيار بين الضار البيضاء والجديدة وبالضبط بالمحادات من مدخل البير جديد هذا كل ما تبقى من السيارة التي كانت تقل أربعة أفراد من أسرة واحدة الحادث خلف إلى حدود الساعة مصرع ستة أشخاص بعد استضام عنيف بين العديد من السيارات الخفيفة وست شاحنات وحافلتين وانا ما عارس كيف أجل قانا لقاء هذا كنز معه بباق 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 ما عارسة شنوقع عاردي الضبابة، الضبابة ما كتوش لي حداك الضبابة مزرية مشروعين أكيد الضبابة حقيقة إن كانت الضبابة وأن الضبابة كتبت شوية لك هذا هو اللي معروف الكاررها كانت ملانصة كبير الشوك كانت تعجدنا تزقعت ثلاثة طومات تتعجدنا بتقاعدة والسباب حاوتين قلت كاميو خرج الجهة أخرى من لوت ركوطي والناس اللي تيجين بالصرحق تتلقاوا من الجهة أخرى من اللي من الجهة يجيب جيدة قد ينضر بيضا كان واحد الكاميو جيورا يوحد رومور كبير اللي خرج في الصنسة انفيرس قرر لأخر الصنس من الجديد وجزنا نقدم باش نوقف الناس على حساب باش كان نقول لهم بالله الضروف الجوية ليلة أمس وكثفة الضباب أدى إلى تراجع ماذا الرؤية سائق الشاحنة التي تحمل هذا الصندوق الحديدي يروي تفاصيل الحادث عدد الجرحة بلغ 24 مصابا حالة بعضهم خطيرة تم نقله من المستشفى بمدينة الجديدة لينضف هذا الحادث المميت إلى حوادث أخرى قاتلة يستمر معها نزيف الطرقات ببلادنا نزيف لم تنفع معه مختلف حملات الإدراك والتوعية